أسحب كل البزنس كارت وأطلع الفضول اللي كان فيني أكثر شي خدمني أكثر شي خدمني مشاري النصار مصمم داخلي مجرد إنسان أشغوف بالدزاين أحب الدزاين من وأنا صغير أحس إنه أحب الوضع وأحب أكتشف الوضع أحب أكتشف الوضع وإنسان شغوف أحب الشغل كان عملي 14 إلى 15 سنة كنت قاعد أطلع على أوبرا وينفري وكان فيه إمتير ديزانر اسمه نيت بركس نيت بركس كان يغير البيوت ويغير الوضع وتشوفين الإمباكت اللي يصير على سكان البيت نفسه وشلون يغير من حياتهم فكنت كل أطلع أقول ودي أسوي هالشي حق الناس بس شلون أوصل حق هالشغلة إنه هل لازم أكون بشو ولا شلون بالضط بعدين استوعبت اللي هو المصطلح أنت وعرفت إنه هذا ما أريد أن أفعل وهو أنا أول شي بلشت بالكويت درست فاينانس سنتين وكان الفاينانس حسيت إنه هذا الأهلي كان يابونا ما كنت حاس إنه أقدر أنا كشاب كويتي إنه أنا أجس ديزاين إنه كان المتعارف عليه في المجتمع إنه إنه ديزاين هو فاينة فقط لكن مع الحوار مع الوالد إنه أنا ما بيقعد بالكويت أبي أروح بره أبي أتشوف كان فيني فضول كبير كل شيء أبي أعرف فكان دبي هي مدل جروند بدل ما روح أمريكا أو بريطانيا أو أستراليا دبي مدل جروند وجامعات هناك ومتازة رحت الجامعة في دبي قدمت على فاينانس تحويل إلى فاينانس لكن مع الوقت حولت انتير ديزاين وما قلت حق أحد ودرست انتير ديزاين دبي أثرت علي لأنه التواصلي مع الشركات العالمية دايركت بالكويت ما عندي ديركت مع هالشركات لكن في دبي فإن أنا تدغى هذه الشركات أقدر أتكلم معهم أستعمل آлиш Helomes صلىب Påohli الواعي والتثقيف هي أول شيء الواعي والتثقيف لأن الفنون الجميلة هي المصطلح العام لكن عندنا جهدime ترميسيل على إجتبه ففي ب Любرة أقوم ما حالي موجودين كمجالات تعليمية أنتقري كأنه تحت مضالات ترمية أتوقع لازم وزارة التربية أو تعلم العالي أو أي كان الجهة المعنية أنهم يأخذون هالمجالات بجدية لأن هذه مجالات جدا مهمة الفنون الجميلة ناس فكر فيها مجرد رسم مجرد هواية لكنها لا وظيفة وشغل وأقدر يصير في منها مدخول فالمفهوم لازم يتغير عن طريقة الوعية والتفقيف الشغلة الثانية الممارسة اليدوية الممارسة باليد بدل ما بس أقرأ الكتاب وأطالع الناس تتعلم بطريقة مختلفة كل شخص يتعلم بطريقة مختلفة في ناس مرئي في ناس سمعي إلى آخره لما أنا أي طفل أو طالب وأعلمه بطريقة عيدوية أنه إنه بطريقة مختلفة رح يتعلم المجال هذا بطريقة مختلفة تماما أنا كشخص لما كتصغير ما كنت أعرف وين مكاني بالضبط من ناحية التالنت أو الهواية شنو اللي أنا مكتوب لي من ناحية المجال بالعمل أو وين هو التالنت أو مي سكل لكن لما أشتغل بيدي وأطالع وأعرف فهمت أن أعمل أنا أتعلم بالعين فهوين كان تعليمي؟ يوتيوب كنت أطالع أونلاين يوتيوب ميكوفر شوز كل يوم أطالع كلون نغير المساحة كلون نقص المساحة كلون أقدر أنا أتعلم شخصية صاحب البيت في المساحة فهمت أن هالأشياء كلها مرئية فكان مهم جدا أن نحن نفهم شون الإنسان يتعلم عشان أقدر أنا أطبق مهم جدا وايد أن نحن نتعرف على الحرفيين أو نسميهم المقاولين لكن المقاول هو الوسيط بين المصمم والحرفي مهم أن يتعلم الحرفي اللي قاعد ينفذ منه مهما كانت رسمتي أو مخططي أو ديزايني ممتاز اللي قاعد ينفذ لازم أنا أفهمه شون هو قاعد يشتغل شون يفكر شون قاعد يشطب سواء هو نجار أو حداد لازم أتعرف على هالناس ويستدبين بينهم علاقة عشان أعرف شون أنا أمكانياتي فمهم جدا أعرف شون بالسوق موجود أدرس السوق، أفهم شون متوفر فيه شون المواد اللوكل أو الريجون اللي موجودة بدل ما أطلب أنا المتيري الكل خارجي وأتشوف الإيطالي وأتشوف الأسباني أتشوف الكويت شون فيها، السعودية شون فيها المواد الخام اللي موجودة حولينا بمنطقتنا مهم جدا نتعلمها ونفهمها صراحة للسوديو كله صار بالصدفة كل شي صار بالصدفة ولا شي كان بلاند أنا درست انتير ديزاين بيدباي وقدمت على ماستيرز بروتك ديزاين برشلونة وانقبلت وكنت وايد مستعنس النا بروح برشلونة بروتك ديزاين أبي أدرس بروتك ديزاين أبي أتعلم بيداني كنت أبي أتعلم نجارة بيداني رجحت لكويت في الصيف بين هالشاهدتين قلت خل أتشوف السوق الكويتي شون فيه خل أختبر أتشوف شون عندي شون اللي موجود الدكتور أسناني دكتور نال هزيم متابعني على الإنستغرام من وانا طالب وشافت الجروني ماتي كلها فلما تخرجت شاني قول لي شو بتسوي هذا الصيف قلت لقا عب الكويت قال بأعطيك مشروع قلت لي بس أنا ما عندي أوفيس قلت دبر حالك بالصيف 2018 أنا المحاسب وأنا المصمم وأنا الدرافتسمن وأنا المقاول وأنا هيب العمال كل شيء أنا تعلمت كل شيء من سيارتي خلال الصيف كونت مشروع مشروعين مع الدكتور نائل مع أخرى كلهم على الإنستغرام على شهر عشرة 2018 صار عندنا أوفيس صار فيه موظف الثنينة ثلاثة بعد ثلاث موظفين كنا نقول لحظة كنا ما كوا دراسة برشة الأولى كنا ما كوا ماسترز ديجري وقفت الماسترز ديجري ونحن نتوقع من 2018 لحد الحين الجروني كانت رائعا صراحة أول ما فتحنا الاستوديو كان ناس تقول استوديو أنتوا مصور فوتوغرافي يعني مصور مصور وكان أيون عندنا يبوني أجرون المقانعة على الأساس أنه هو استوديو تصوير إن شون يعني استوديو وإشتخلنا الدزاين بالستوديو إحنا كنا يمكن أول فورمال دزاين استوديو بالكويت اللي استخدم مصطلح استوديو فكان فيه سوء فهم كبير من ناحية استوديو الجانب الحكومي أو التراخيص الأخير هي ما كان يفهمون ليش كان فيه مكتب هندسي اسمه استوديو مشاري نسار شنو الغاض من كلمة استوديو كلمة استوديو هي باختصار إن إحنا نحن نقوم بشكل مكتب بشكل مكتب بشكل مكتب بشكل مكتب بشكل مكتب نحطهم مع بعض بشكل مكتب ونعمل نقوم بشكل مكتب بشكل مكتب بشكل مكتب نقدر نغير الفنكشن المتمنة بي كان وايط صعب على الناس تفهم شنو يعني استوديو بس ما قاعدتوا تحلطمتوا قلت الناس ما تفهم واجبي إني أعلم وإشارد المعلمة أو المسؤولين عن كلما يطلع معانا وسائل يديدة إن إحنا نعبر عن شنو أهو الستوديو بالكويت وماذا تفعل التحديات الكبيرة كانت أولا كانت العقود إن أنا أشرح حق العميل شنو إتزاماتي شنو إتزاماته شنو علي وشنو عليه كان في صقفهم كبير بين العميل والمصمم بالكويت إن شنو إنت عليك عميل العميل عبالة إن أنا أوقعت فعلك خلص دوري لا تدورك معي ويكلابوريت ويووك تعمل فأول ما بلشت كان العقد مالي كان صفحة واحدة وأنا أكتبها A4 وبالانجليزي بس دخلت موقف واحد مرة ما عميل استوعبت إن الخطأ لي أنا ما كنت موضح بالضبط شنو كان التزاماته أو هو التزاماتي أنا اضطررت إذا أروحك محامي أو محامية بالأحرى ساعدتني قاعدنا شهور نتكلم بالضبط شنو الأوبليجيشنز قسمنا العقد إلى 15 صفحة عرب إنجليزي العقد هذا يحمي زبون ويحميني يحمي كل أطراف ويخلي كل شيء واضح الماديات الاتفاقيات كل شيء واضح ومركب شذي أنا عملي يرتاح وأنا أرتاح قرار نقلتي إلى دبي بعد أربع سنين بالكويت كان أصعب قرار صراحة أنا إيت الكويت واشتغلت وصدت الناس ما قلنا كان صدفة البزنس بعد ثلاث سنين ونص أربع سنين استوعبت إن وصلت لي يعني سقف معين ما أقدر أنا أطلع منه أنا أبي أتحلم زيادة أنا لازال فيني فضول لازال أبي أعرف لازالت أحس أن أنا وائد صغير أبي أعرف أحس بالكويت إذا قعت واشتغلت كل يوم نفس الرتم ما سأصل إلى المرحلة أنا بوصل لها وأنا أصبب لا أدري ما المراحلة موجودة فكان عندي خيار هي أن أظل قاعد وحياتي تظل فلات لاين أو أني أطلع ونمي من نفسي أكثر وأتعلم وأيفيد إنتو ماي ستوديو أنا عايش في دبي حاليا لكن أدير البزنس مالي بالكويت وأروح أرجع تغريبا كل عشة أيام فاللي أتعلمه أيبا معاي وأغذي التيم عندي ونشتغل أتوقع الحل هذا كان ممتاز لأنه إذا أنا ما قدرت أني أتعلم الستوديو ما رح يقدر أن يتعلم والتيم ما رح يقدر أن يتعلم فكل شي رح يوقف على الجانب الشخصي بالنسبة لي أنا شي مهم دائما أقول بالكويت كل شي عندنا الحمد لله بس في بيسيك بيسيك الممرات المشات طريقة النقل أمور جدا بسيطة الباركس حداغ العامة أشياء جدا بسيطة كانت بالنسبة لي أنا تعنيلي وايد كنت محتاجها عشان أنا أقدر أعيش الميزان بين حياة العمل وحياة الشخصية فلما ما لقيته وواجهنا الصعوبات طريت أن أنا أنتقل مرة ثانية أنا نوعا ما خنقول ماي ديزاين أستاتيك نوعا ما الأشياء المألوفة تقدر تكون أي لون أي شكل بس شي مألوف لنا إحنا كخليجين كعرب أنا اللون القمرديني أو البني اللي تشوفونا ألوان أندلوسية الخشب اللي معتق اللي هو كانت تكلم على المشروبيات المغربية فأكل كل شيء نوعا ما بالنسبة لنا على الصعيد الشخصي أنا ربيت ببيت كان يدي رحمة متذوق للجمال بشكل مطبيعي كان بالنسبة لنا الزراعة نوع الورد نوع الخضار لموجود المواد المستخدمة وايد مهمة فكنت محاوطة بهال المتريلز فأثرت فيني واحد وأنا صغير كبرت وأنا أطالع مثلا الإرانيين أونكس أقول هذا حلو أطالع الخشب بشغول أقول أحب شغل حفر لي أضطريت إن أنا أكتشف شنو موجود بالسوق طبعا عندنا الأشياء المستوردة الإيطار الإسباني المغربي لكن كنت بيعرف شنو المحلي اكتشفت مثلا الرخام العماني ما في أجمل منه سعره ومتاز ويعني من المنطقة عندنا الأحجار اللي باللبنان اللي بالأردن في الإمارات كفي أحجار في مواد محلية بدول خليج رضيعة ومحد ما يكتشفها لأن الكل يعني يعني إيطالي والأسباني لكن المواد المحلية يعني موجودة لي جونا لي طقوسنا لي يعني الحر اللي موجود والغبار اللي موجود يتحملوا عيدر عليه فمحتاج أحد يكتشف هالمجال شوي أكثر أكثر اللحظات اللي حسيت إن أنا كان مو هذا طريجي بس كملت هذا أكثر شي بالنسبة لي مرضي كل ما شكيت بقراراتي وقلت ها أدريس تزاين أروح المعرض الفلاني كنت وانا طالب سبينغ بريك بدلا ما أرجع لكويت أتشوف هالي أروح ميلان أتشوف المعرض الجزاين أبيتحلم أسحب كل البزنيس كارت وأجوجلت وطالع الفضول اللي كان فيني أكثر شي خدمني أكثر شي خدمني ويأتشوف المعرض مو لأن أنا الله سوبرمان بس حسيت إن في شي ورا هالشعور اللي قاعديني في ناتج ولازلت قاعد أشوف الناتج ولازلت مصدوم من ناتج إن يعني أترجني والحمدلله وصلنا ولازلنا قاعدين نكمل فوايد شي مرضي إن لا أعلم انتظر في المحل لازلت قاعد المحل لازلت قاعد المحل إذا قاعد تصنع مصدر طالع مصدر المحلي والخليج والشرق الوسط والعالمي طالع بكل الحضارات يجب أن ترى كل ما العين تعود على الأشياء كل ما أقدر أنا أبدع أكثر لكن إذا قاعد أطالع بس المحلي ما رح أقدر أتشوف شنو موجود برا ما رح أتعلم نوع أفضل أفضل أهم ثلاثة دروس تعلمتها الصبر أني أصبر أني أصبر أصبر على اللي ما عنده صبر يصير عندي صبر وايد أني أوازن بين حياة الشخصية وحياة العملية إذا حياة الشخصية مو تمام حياة العملية مو تمام إنها واحد إذا كانت صحتي الذهنية والجسدية ممتازة ينطبق على شغلي والنقطة الثالثة هي الكميونيكيشن أنا ما أقدر أتنبأ أن العميل أو الموظف أو التيم ميت اللي معاي رح يفهم اللي قاعد أقوله أو يفهم اللي أنا أبي سويه من غير ما أقوله لازم أقعد وأفهم وأشرح كثر ما أقدر لأن هذه وظيفتي إن أنا أتعلم وأعلم طبعاً ها ثلاثة الشياء كانوا مهمين واحد بالنسبة لي في شغلة أنا ما قلتها قبل كلش لما تخرجت من الجامعة كان فيه كومبتشن و أنا فست بجائزة أكثر من أجل أن أجل 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 أنا سلناي أكمل 5 عام فهذا طموحي لحد الهين أبي أصل حق الانترناشنال فإن شاء الله أحس أن أن تكون مدينة قدرسة أبي أخوصي في الانترنة مو بس حق نفسي حق الكميونيتي في طاقات إبداعية بالكويت على مستوى عالمي من غير أي مجاملة في عندنا معماريين ومصلمين في الكويت ما يتقارنون بالعالم بس ما عندنا بلاتفورم و بلاتفورم ممكن يكون أشياء بسيطة مو لازم يكون فندينج أو شانل أو أشياء بسيطة أن الناس تفهم تقدر شغل هالناس هاته ولا وش كعي يسوون فودي أن أنا أكون جزء من هالكوموليتي وأضيف لها وأساندها وهم يساندوني ونصنعنا واحدة جميلة